سلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم سوما والنهاردة معينا فيديو جديد والنهاردة هنعمل مع بعض السينابون هنعمله بطريقة حلوة اوي 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 زي ما انت شايفين شكله يعني مش محتاج كلام هو بيتكلم عن نفسه ان شاء الله وصفة النهاردة هتعجبكو جدا ولما تجربوها هتبهركو جدا جدا لان هي هتبقى احلى من سينابون نفسه وان شاء الله هتعجب ولادك اوي 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 وطبعا بنضافة وطعم وحاجات كده البيت اللي هي احلى كمان من المحلات اول حاجة نبدأ بسم الله ومعايا كده زي ما انتوا شايفين معلقة كبيرة مليانة من السكر هنزل بيها كده في طبق وعليها ربع آآ كباية ميا دافية ربع كباية ميا دافية هقلبهم مع بعض عشان السكر يدوب واول ما السكر يدوب هجيب معلقة كبيرة مليانة من الخميرة اهو زي ما انتوا شايفين الخميرة البودرة. وطبعا ده اختبار آآ للخميرة علشان نشوف هي شغالة ولا لا اه وبالما نحضر باقي الكمية بتاعة المأذير آآ نشوف لو اشتغلت وفارط يبقى تمام لو ما اشتغلتش وما فارطش يبقى نغيرها قبل ما نخسر كل المأذير بتاعتنا. معايا هنا كده نص كباية من المية عليها تلات معالق كبار من الدقيق. هقلبهم كده مع بعض لغاية لما يدوبوا كده في مية فترة عادية. وبعد ما الدقيقة هيدوب في المية كويس خالص. هاخده كده وهرفعه على النار. اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا في الوقت ده مش هنسيبه خالص. احنا عايزين نفضل نقلب فيه كده لغاية لما يبقى بالزبط زي المهلبية. فما ينفعش ان احنا نسيبه لانه هيبقى هيتقل وهيكالكع منك لو سبتيه. هبتدي ان انا ابدل المعلقة بمضرب. وزي ما انتم شايفين ده القوام بالزبط اللي انا عايزاه. هرفع بقى كده من على النار خلاص. وهسيبها لما اه تبرد او على اقل تبقى دافية. ودي كده باقي المقادير زي ما انتم شايفين معايا تلات كبايات ونص دقيق ممكن نزودهم لاربع كبايات كمان ومعايا رشة ملح ورشة فانيليا ومعايا معلقتين كبار من السكر ومعايا نص كباية من الزبدة الليينة وخليط الخميرة وخليط كمان اللا دقيق ونص كباية من اللبر وبالطين ومعلقة كبيرة من خل الطعام العادي اللي احنا بنستخدمه في الطبخ وبصرعة على طول هنجيب بولة عشان نجمع فيها كل المقادير بتاعتنا معايا كده زي ما انتم شايفين اول حاجة بنزل بيها الكمية بتاعت الدقيق الكمية اللي انا نزلت بيها دي دلوقتي تلات كبايات بس انا لسه هزود تاني ودي رشة الملح ودي كمان السكر واللبن حطيت عليه معلقة الخل على طول ونزلت بيها على الدقيق ودي كمان خليط الخميرة شايفين خمر ازاي اه وعرفنا كده ان الخميرة شغالة ودي كمان المهلبية او المهلبية الدقيق يعني اللي احنا عملناها والبطين عليهم رشة الفانيليا نزلنا بيهم وكمان اه اخر حاجة الزبدة نص كباية من الزبدة الليينة هقلب بقى وزاي ما انتم شايفين كده التلات كبايات مجوش مزبوطين قوي هنفضل نزود كده من تلات كبايات ونص اه لاربع كبايات اللي ربع لغاية لما العجينة تبقى مزبوطة معايا انا مش عايزة العجينة بتاعتي تكون اه تكون صلبة او او نشفة او متمسكة انا عايزة العجينة بتاعتي تكون فيها تلزيقة لكن في الوقت تكون آآ يعني ايه بصوا زي ما انتم شايفين ما بتلزقش في الرخامة لكن بتلزق في ايدي فاهمني اهو بتلزق في ايدي لكن ما بتلزقش معي في الرخامة هبتدي ان انا آآ ارجع العجينة بعد ما عجنتها كويس قوي في البولا وهبتدي ان انا غطيها وهسيبها في مكان تخمر هتاخد وقت علشان تخمر لان كل المكونات اللي فيها تقيلة وزبدة وكده هتاخد تقريبا من ساعة ونص لساعتين علشان تتضاعف. هنا بقى هنحضر حشوة السينابون زي ما انتم شايفين معايا كوباية من السكر ومعايا كمان معلقة من النشا وكمان معايا معلقة من كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلة وكمان معايا معلقتين كبار من القرفة طبعا لو مش حابة تستل قرفة قوي ممكن تقلل المعلقتين الكبار دول معلقة واحدة بس هي يعني القرفة لما بتكون معلقتين كده كبار بتبقى آآ رحتها وطعمها جميل قوي هقلبهم كده مع بعض زي ما انتم شايفين وهنركينهم كده على جنب هنا كده كانت العجينة خلاص خمرت والضعفة طبعا بعد ما سبناها في مكان دافي تلوقتي بقى بهبطها كده وبقى ستمها نصتين انا هعمل آآ رولين آآ بحب المقاس دوت قوي والمقاس ده هيبقى مزبوط معاكو جدا هتبقى نفس القطعة تقريبا انتم بتشتروها من اي كافي برا او من اي مكان هنا كده هبتدي ان انا افردها زي ما انتم شايفين لازم تفرديها على رشة من الضيء وكمان تبتدي ان انت تطبعي عليها كده من فوق برشة برضو من الضيء علشان ما تلزقش لا في النشابة ولا تنزق ولا تلزق معاكي آآ في الرخامة هنبتدي ان احنا نفردها على شكل كده مستطيل بالشكل ده على قد ما تقدري يعني على قد ما تقدري تحاول تفرديها بشكل مستطيل علشان لما لفها رول ما تتعبناش وما تدايقناش يعني تقريبا سمك العجينة في الوقت ده نص سنتي هبتدي دلوقتي ان انا اجيب زبدة وهدهن الوش بتاعها زي ما انتم شايفين كده زبدة لينة طبعا آآ دهن الوش ده بياخد تقريبا معلقتين آآ كبار من الزبدة الليينة كده تمام جدا هنبتدي بقى نجيب دلوقتي الخليط بتاع القرفة على السكر على الكاكاو طبعا السكر لو ما عندكيش سكر بني يبقى عادي يعني يمشي السكر الابيض بس الافضل لو كان عندك سكر بني يعني وبعد ما رشينا كده الحشوي هنبتدي ان احنا نمشي عليه كده برضو مرة تانية بيننا الشابة بصوا بقى لما آآ رشينا الارضية او الرخامة بشوية من الدقيق بصوا بقى بقت سهلة جدا رغم ان هي كان بتلزق بقت سهلة جدا ان احنا نلفها رول كده وما بتمسكش في الرخامة بعد كده هنبتدي ان احنا نقفل الظهر كويس جدا على بعضه نلزقه في بعض كويس قوي وبعدين هنبتدي ان احنا نقلبها على وشها وهدهن كده صينية بمادة دهنية طبعا زيت او ثمنة وهبتدي ان انا اجيب بقى المسطرة بتاعتي عشان اعلم آآ انا هاخد آآ كل قطعة هعملها تقريبا اربعة سنتي بس الاول هشيل الاطراف زي ما انتم شايفين ان هي بتبقى مقاسها مختلف آآ هنا كده هعلم كده زي ما انتم شايفين كل قطعة اربعة سنتي خمسة سنتي زي ما تحبي بس انا يعني عملت العلامات على اربعة سنتي وهبتدي بالخيط كده زي ما انتم شايفين آآ اقطع بقى بالخيط. احسن قطعة تقطعيها بالخيط. طبعا بيطلع لك القطعة زي المسطرة. لكن لو بالسكينة بتبقى صعبة شوية خصوصا لو ما كانتش حامية. فزي ما انت شايفين بدخل كده الخيط من تحته بعكسه وسط بعضه. آآ بشده من الناحيتين. بتطلع بقى مظبوطة جدا. اهو انا بوريها لكم مرة واتنين وتلاتة زي ما انت شايفين كده. بتطلع بقى بصوا. مظبوطة قوي قوي قوي. اهو. دخلتنا الخيط من تحتها. وبعد كده هبتدي ان انا اقطع عكس بعضها. وبعد كده هلفها الرول هزبطه. وهحطها كده زي ما انت شايفين في الصينية. وتحاول تسيب مساحة ما بين كل قطعة والتانية لان لسه هتتخمر تاني وهتستريح. فعلشان ما تقفلش على بعضها جامد. دي هات كده القطعة التانية زي ما انت شايفين بتديد برضو ان انا اشيل الاطراف منها. وهقطعها كده بنفس الشكل. وبنفس المقاس طبعا علشان ياخدوا كلهم سوى واحد. وبعد بقى ما رصناهم كده كويس هبتدي ان انا اضغط عليهم كده من على الوش. علشان يتفردوا شوية. وهسيبهم في مكان دافي برضو تقريبا ربع ساعة يخمروا تاني. هيطلعوا بالشكل ده. في الوقت ده انا كنت مسخنة الفرن كويس جدا. على درجة حرارة متين. هاخد بقى السينبون بتاعي وهدخله الفرن في الرف الوسطوني. هنا كده هنحضر السوس الابيض بتاعيه معايا كوباية من الحليب المكسف ومعايا خمس قطع من الكيري. هجيب كده المضرب بتاعي هنضربهم بالمضرب. هنزل كده بالحليب المكسف وعليه القطع الكيري. اسهل بقى توبنج او 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 شوس ابيض ممكن تحطيه يعني على السينبون بطريقة سهلة وبسيطة وكمان طعمه رهيب. هدربهم كده بالمضرب كويس قوي لغاية لما كلهم يختلطوا مع بعض ويتجنسوا كده ويعملوا لي قوام كريمي. آآ بصوا كده بالشكل ده. خلاص كده هدخله التلاجة لغاية لما السينبون بتاعي يخرج. بعد ما السينبون خرج هو بياخد بالزبط على درجة حرارة مية وتمانين بعد ما دخله على درجة حرارة متين بوطل درجة الحرارة المية وتمانين بياخد تقريبا بالزبط آآ حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة على حسب الفرن بتاعك. بس كمان بتختبر الارضية علشان خاطر بتطلع اللون بتاعها آآ دهب يفاتح كده وجميل آآ علشان ما تغمقش منك او تتحرق. وما بنشغلش الشواية خالص كل احنا بنشغله الفرن بس. وبيطلع بياخد اللون الجميل ده كده آآ من الفرن من حرارة الفرن. عايزين نشوف واحدة كده ديت على فكرة الاطراف اللي كانت آآ اللي احنا قطعناها مع بعض. شايفين قد ايه بقى هشة والعجينة كده مفرغة وجميلة جدا. والحشوة كمان تحفة. هنا كده خلاص السينابون كمان آآ هيدي شوية كده وآآ شبه بارد يعني كان دافي. حطيت عليه كده السوس الابيض بالشكل ده. هتجربوا الطريقة دي هتعجبكو جدا. بعد كده ما السوس الابيض ضفناه كده هنبتدي بقى ان احنا ناخد آآ قطعة من السينابون دي علشان نشوف شكلها بقى من جوه بعد محطينا محطينا السوس الابيض. هتبقى عاملة ازاي? بصوا مفيش اسهل بقى ولا اطعم ولا يعني احلى من كده. فظيع. شايفين بقى التوريقة اللي قدام دي قد ايه بقى العجينة بتاعتك كده هتكون هشة طول ما انت عملت العجينة من البداية فيها سن التلذيق هتبتدي ان هي تطلع معاك هشة وطرية بالشكل ده. لكن لو عملتها يابسة وجمدة العجينة من البداية عمرها ما هتطلع كده هتطلع معاك نشفة ومش هتبقى حلوة كده بالشكل انت شايفينه دوت. بصوا بقى التفريغة بتاعت العجينة نفسها او القطعة بتاع السينابون نفسها. حطيت عليها كده على الوش اه اي اي شوكولاتة اي شوش شوكولاتة اي نوتيلة زي ما تحبي. بس الافضل طبعا هي تتقدم صراحة من غير شوكولاتة. علشان بتغطي على طعمها. لكن لما بتتقدم كده زي ما انتم شايفين بالصوصة الابيض بس بتبقى تحفة. بكده يكون فيديو النهاردة آآ انتهى يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وهستنى تعليقاتكم الحلوة تقول لي ايه رأيكم في فيديو النهاردة وبالفة هنة وشفة اللي يجرب. واخر حاجة ولها لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.